ربع معلقة من المكون ده من شاء الله يدود معك دهون الجسم تماما سواء البطن سواء الارداف سواء الترهولات اي ترهولات في جسمك ربع معلقة ده هتنزل معك وتنسف معك الدهون وهتنزل معك الوزن بطريقة كويسة جدا عايزة تعرف الطريقة وعايزة تعرف الوصف عملناه ازاي ادخل معي الفيديو شوفي وحط لايك كده للفيديو وتعالي نعرف الطريقة مع بعض اهمة من الطريقة واهمة من الفيديو ان انت تتابع معي الخطوات للاخر علشان تعرف الوصف عملناها ازاي وتمشي على الخطوات صح عشان تجيب معاك نتيجة ممتازة يلا بنا نشوف الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد ازايكم يا بنارك يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال النهاردة ان شاء الله جيهلكم فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا النهاردة زي العادة سهلة وبسيطة مش هتكلفنا حاجة ولا هنبتاج اي حاجة وصفتنا هتبقى موجودة في قلبي بيتنا مكونين اتنان بس ودورة ان شاء الله اللي احنا هنستخدمهم في الوصفة بتاعتنا وصفتنا هتنزل معنا الدهون نزلة كويسة جدا هتمسح خالص يعني انا قادرة اقولك ان هي هتمسح دهون البطن هتمسح يعني بمعنى كلمة هتمسح يعني هتمسح دهون البطن تماما مهما كان عندك دهون البطن عنيدة مهما كان في ارداف في ترهولات في الزراعيل اي ترهولات او اي دهون موجودة في جسمنا ده ان شاء الله هتقضى على المشاكل ده تماما فوق كده كمان غير ان هي بتنزل دهون البطن ودهون الجسم كله هتنزل معك الوزن بتراعها كويسة جدا طيب اي هي العجبة تعالوا كده يلا نسمي الله مع بعض ونحط كده لايق للفيديو عايز انا كوب كتير يا جماعة الفيديو علشان تشجعوني ان انا اعملوك كل يوم فيديوهات كويسة تمام ويرات اللي بشوف قناتي يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصلوا كل جديد شيروا الوصفة علشان الناس كتير تستفيد من وصفتنا النهاردة ما بدأ يعني كده يا بنات انا معي النهاردة عشبة كويسة جدا جدا يمكن معظمنا بيستخدمها في الصيف اكتر من الشتاء كمان العشبة بتاعتنا دي كده يا بنات النهاردة دي على طول بنستخدم الناس اللي عايزة تخص بتستخدمها والناس اللي هي مش عايزة تخص برضو بتستخدمها لأي لان هي على طول بترطب جسمها بتحسسناش بلعطاش طول النهار بل بالعكس هتحسسك بالشبع دي العشبة بتاعتنا زي ما نشايفين كده تمام العشبة دي ده اسمها كاركداي اللي انتو شايفين ده ده صف وشته بنستعمله بس في الصف بنستعمله اكتر من الشتاء لان الناس كتير بيتغليه وبتسقه وبتحطه في التلاجة على السنين هو بتشرب منه سائع بيرطب جسمنا كله بينزل الدهون بيحسسنا بالشبع كويس جدا لمرضى الضغط والسكر وهقول لكم كل الحاجات ديت في الفيديو بتاعنا النهار تمام دي يا جماعة عشبة الكاركداي اللي انتو شايفينها ديت ده بتجي بقى من عند العطار بتجي جاهزة كده باكتات من اي سوبر ماركت يعني هي بتبقى كويسة جدا اي مكان بتقول ان عايزة كاركداي بتديكي العشبة دي تمام ممكن تجي بيه سايب زي ما الجابة كده سايب من عند العطار بالشكل ده كده طيب دلوقتي انا هعمل في ايه هنعمله بطرقة كويسة جدا مش هنغلب حلوقه ولا هنعمل اي حاجة يا لأ هنستعملوا الطرقة كويسة جدا على اساس فنين هعملوا مشروب يومي طول النهار هشرب منه يعني بدل ما بتشربي طول النهار مية لأ ان شاء الله هنعملوا طول النهار هنحطه في التلاجة يعني هنحط في ازازة كده ونحط في التلاجة يبقى ده المشروب اليوم بالتعالي تمام مش هنحط في سكر ولا هنحط في اي حاجة. تعالوا بقى كده اقول لكم احنا هنعمل ايه? دلوقتي يا جماعة انا معي المية بتاعتي ايه? دي كوباية مية كده. يعني احنا ان شاء الله دي حاجة بس مثال كده بسيط. بس انا المفروض ان انا لو هشرب رتل مية هعمل رتل بحلو وهخطه في التلاجة هشرب منه طول اليوم. بس احنا كده انا الوقت كده بعمل قدامك مقدار وانت ضع في الكمية. تمام? بقى انا كده معي كوباية المية هنحطها كده على جنب ومعي العجبة بتاعتي بتاع الكركة ده زي ما اتشايفين كده. طيب هنعمل فائق دلوقتي تعالوا بقى نقولوكو هنعمل فائق ايه? انا مش هستخدمها بالشكل ده كده. ده. تعالوا بقى كده اقولوكو انا عملت فائق. انا رحمطها بالشكل ده كده. زي ما اتشايفين. اهي. بالشكل ده كده. انا هاخد كده على كل كوباية مقدار معلقة زي ما اتشايفين. يعني الكمية اللي انت شايفينها معايا ديت ده هتعمل ريتل مية بحالة. كمية ديت دي هتعمل ريتل. ريتل دوت انا هسيبه طول النهار في التلاجة. كل ما حس بعتش هقوم شربة منه. هقولوك هنعمل ايه? تعالوا بقى كده هنشوف الخلاط بتاعنا. هنجيب الخلاط وهقوم ده لقى فيه كوباية المية. ده كده جماعة كوباية. ده يعني ايه? بالفرض ان انا اقعد كوباية. بس احنا طبعا هنعمل زي ما قلت لكم ريتل كامل. حبة تزويدي تعملي اتنين ريتل تلاتة ريتل انت براحتك. تمام? بس انا بعمل يعني ايه اه عيننا بس كده قدامكم. علشان تعرفوا انتم المقدمة. ومعايا معلقة بتاعة الشاي كده زي ما انتم شايفين كده. بس شوية صغرين علشان المعلقة صغيرة شوية. بالشكل ده. تمام كده? بعد كده انا معايا ايه? معايا لمون. اهو. انا هاخد نص لمونة. نص لمونة. على كوباية اللي انا هعملها دي. يعني اللمون انتم شايفنا دي انا هاخد بس نصر. تعالوا بقى كده نشوف. هنا اخد نصر. المهم يا جماعة اللمون بنكون غسلنا كويس. علشان هنستعمل القشر بتاعه. وانشيل طبعا منه البزر. بتا كده نص لمونة اهيت. هنشيل منها البزر بتاعنا. وهنقطع ونخلطها في الخلط. عشان طبعا البزر مش مستحب وهيعمل مرارة. بعد كده انا هقطعها. بالشكل ده كده. اهو. بقى ان كده الوقت ايه? عملت نص لمونة. ومعلاقة كبيرة بتاعة الشاي كاركدي. دلوقتي انا هضربه كده ضربة في الخلط. يعني هضرب اللمون مع الكركة ده. وبعد كده هنصف فيهم ونحطوهم في الكوبية. ومعنا المعلقة دي يا جماعة ده هي السحر. نص معلقة صغيرة خالص. او اقل من نص كمان. ده ان شاء الله هتبقى هي ده السحر اللي احنا يعني اللي هتنزل معنا الدهون وهتحرق معنا الدهون وتنزل معنا الوزن. عايزين انتها رفق المعلقة ديت هي ايه? طبعوا معي الخطوات للاخر. وحطوا لايك كده للفيديو اللي ما حطش لايك. ويلا بينا نفرم المكون بتاعنا. وده كده يجي معنا المكون بتاعنا بعد ما عملنا فلخلاط بالشكل ده كده. عشان طبعا لو فيه لمون في حاجة خشنة ولا حاجة ما تبقى صعب عيني احنا بنشرب. ده كده اصبح معنا اهو اتجاهز. وده كده الخشنة اللي هي المصر بتاعتنا صفاتها. والمشروب بتاعنا بقى جهز دلوقتي ان احنا نشرب. هقولك عن حاجة يا بنا. اه الناس اللي هي ممكن تحط سكر. لأ بلاج ابعد عنه السكر خالص. المشروب ديوات ما يتحطش على سكر. ده كده المشروب بتاعنا اصبح ان هو يكون جاهز. طيب الوقت هناخد سكر ولا من غير سكر? لا الافضل انت تشربه من غير سكر. ده بيكون افضل واحسن لك. اما الناس اللي هي مش متعودة ان هي تشربه من غير سكر ممكن تحط له سكر ضيط او معلقة عسل. تمام? بس ما بنقطرش برضه زي العادة. ليه? علشان يجب معنا نتيجة كويسة جدا جدا. الناس اللي معي مرضى القلب مرضى السكر اه عندها ضغط اي حاجة المشروب دوت كويس جدا لهم. تمام? يعني ما فيش من نخف ولا حاجة بنحطه سقع في التلاجة بنشرب. تعالوا بقى نشوف المعلقة اللي انا اقدر اقول لكم ده معلقة سحرية على المكون ده او الكوب ده. نص معلقة بسيطة خالص او اقل من النص هنحطه على الكوباية بتاعتنا ديت. ده اللي هينزل معنا الوزن بطريقة كويسة جدا وهيحرق معنا الدغو. ده يا جماعة بقى الزنجبيل. تمام? ده ربع معلقة صغيرة خالص. زنجبيل هنحطه على المكون بتاعنا دوت. وهندوقه كويس جدا زي ما نشايفين بالشكل ده كده. عندنا زنجبيل فريش ممكن ان احنا نحط قطعة صغيرة خالص ونفرمه في الخلاط مع اللمون. مع الدناشر ممكن نحط اللي هو البودرة ده هو. ده هيبقى كويس جدا. شايفين? اهو. بالشكل ده كده. الوقت المشروب اصبح ان هو جاهز معي. هنحطه في التلاج. لو انت هتعملي ركل هتعملي ركل. عطيه وعبيه في ازازة وطول النهار اشربه منه. ده هيبقى كويس جدا جدا. كل ما تعرضت تشربه تشربه من المكون دوت. ده ما شاء الله هيخلي جسمك آآ هيحرق كل الدهون هيحسك بالشبع. الكوبها ديت بمعنى اصح مش هتخليك لا تحس بجوع ولا تحس بعتش طول النهار. هيخلي جسمك كويس جدا. وفي نفس الوقت هتحس ان انت جسمك بطنك مشدودة هتحس ان ما فيش تراغولات التراغولات اختفت خالص. دوما على الوصف تحولي عشر تيام بس. وشوف النتيجة بعينك بازن الله. تشوف النتيجة كويسة جدا. آآ يمكن هتلاحزة فرق من اول اسبوع من اول عشر تيام. وهتجربها وبازن الله. هتدعيلي ان انت فعلا جسمك نزل على الوصفة دي. خلوا بالكم بنات. حتى الناس اللي هي مش عايزة تخس ممكن تشرب او كوباية ديت. كوباية دي صحية. كويسة جدا. ولها فوائد كتير. انا عايزكم تخشوا كده تعملوا سيرش هكده على جوجل. وتعرفي فوائد الكاركة ده. هتلاقي فعلا له فوائد كتير جدا جدا. خلاف ان هي بتخسس كمان. لها فوائد تاني. للجسم وللبشرة. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسوش وضغطوا لايك وشير للفيديو. شيروا الفيديو علشان ناس كتير تستفد منه. واللي يشير يكتب لي تامع علشان اعرف ناس حبيبي اللي هما شيروا للفيديو بتاعي. واستنونا ان شاء الله بكرة بالفيديو جاي بازن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.